أذى تحقيق معمق من طرف السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بولاية البوليدة من دقيف عصابة مكونة من ثمانية أشخاص مختصة في تهريب الأشخاص إلى أوروبا عن طريق البحر العملية أصفرت عن حز مبالغ مالية وزورق مزود بثلاثة محركات وهواتف نقالة ميكروفون لعدل عباس تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبليدة بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من توقيف ثمانية أشخاص بسرطة تحضير الهجرة العشرائية عن طريق البحر تعود وقاء القضية إلى حادث مرور على مستوى محول ابن ميلاد تمكن أو تبين من خلاله أن منظم الرحلة كان يقوم بنقل الزورق المهيئ بثلاثة محركات لغاية تحضير الهجرة حيث تم توقيفه من طرف السرية الإقليمية لأمن الطرقات مواصلة التحقيق تم تسليم القضية لفصيلة الأبحاث حيث تم التوصل إلى بقية الأفراد المشتبه فيهم وتوقيفهم أسفلت هذه العملية على حز 257 مليون سنتيم زورق مهيئ بثلاث محركات إضافة إلى سيارة سياحية